سهل الخير على السادة المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف وحكاية زي ما عودناكم كل مرة هيبقى معنا ضيف مميز وإيمانا بنا بدور الشباب ووجودهم اللي بيبقى دايما فيه رقية للمجتمعات وازدهر للمجتمع وإن عدم وجود الشباب ده بيعمل أو عدم وجود لهم دور ده بيعمل انتكاسة للمجتمعات النهاردة معنا أحد الشباب المتميز من مدينة مضغمر وهو الأستاذ علاء عناني المستشار والمحام القانوني أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا عزيزي الشام اتشرفت بوجودي معاك النهاردة وحابب أسلم على كل متابعينك ومشاهدينك في كل مكان في مصر وبالأخص مدينتي مدينة مضغمر أهلا بيك أستاذ علاء منورنا منور البرنامج وكنت عايز أتكلم معاك أن أنت كان في حاجات كتلة جدا جاي تطرحها النهاردة من إيجابيات وملفات وطلبات لأهل مدينة مضغمر لو نحن عايزين نتكلم أول حاجة عن مدينة مضغمر وتعرف أستاذ المشاهدين بمدينة مضغمر تقول إيه؟ والله خلينا أقول لك أن مضغمر بلد من بلد المتميزة جدا على مستوى الجمهورية مدينة مضغمر بتطلع النيل مدينة مضغمر بتشتهر بصناعات الألمونيا الألمونيوم على مستوى الجمهورية وبعض الصناعات التكملية من الصاج والحرف وفيها أكتر من حرفة موجودة مدينة مضغمر مشهورة أن شبابها مفيش شاب فيها من العاطل الشباب مكتهد جدا الحاجة الأهم من ده كله أن مضغمر بلد الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه ربنا يرحمه يا رب بلد الشيخ الشعراوي يعني مفيش كلام بعد كده كنت عايزة أقول لك سعراء لو أنت بتتكلم على الحاجات اللي موجودة في مضغمر وإنت شايف أن هي حصلت في الأونة الأخيرة وهي إيجابيات وحاجات أنت عايزة توضحها لسادة المشاهدين ممكن نذكر أي منها يعني خلينا ما نقولش إيجابيات قد ما نقول أن هي حاجات متميزة في مضغمر وحاجات كويسة جدا حصلت في أهم الأخيرة وعلى سبيل المثال مضغمر كان فيه إدارة في المستشفى بين كلها كل احترام والتقدير الإدارة تغيرت بإدارة شعبية على رأسهم الدكتور أحمد رشدي والدكتور أحمد الشرقاوي والدكتور محمد شرف في مستشفى مضغمر وعملوا حاجة زي فيديو كونفرنس في مرض كورونا إن المريض بيبقى أهلوا يتمنوا لو يشوفوا دقيقة قبل ما يموت صحيح فعملوا حاجة زيديا وهي حاجة كانت محترم جدا وكانت بتطبق الأول مرة على مستوى الجمهورية في مضغمر وفي مستشفى مضغمر بفكر الشباب محترم وفعلا دي طبقوها دي حاجة من ضمن الإجابيات الموجودة في مضغمر من ضمن الإجابيات برضو اللي عندنا في مضغمر مامشي أهل مضغمر اللي هو موجود على النيل مباشرة ودي حاجة محترمة جدا وإحنا بنتمنى أنه يكمل في الآيام الجاية إن شاء الله ولو في صور وبتعرضوها على الشاشة حاجة محترمة فخر المضغمر وده اللي السادة الرئيس بينادي به في الآيام الجاية من ضمن برضو الإجابيات اللي عندنا في مضغمر كنيسة العدرة احنا عندنا كنيسة العدرة في دقدوس كنيسة دي كنيسة العدرة اللي موجودة في مضغمر ودي موجودة في دقدوس دي كنيسة أثار وهي كانت مصار لرحة العائلة المقدسة فإحنا بنتمنى وبنأمل أنها تتدرج من ضمن الأثار وده هتنقل المنطقة وهتعمل طفرة في دقدوس فإحنا بنتمنى ده في الآيام الجاية من ضمن الحاجات الميازة طبعا ببقى إن عضو مجلس دراف مركز شباب متغمر مركز شباب متغمر هو فيه كتير من الأنشطة اللي لو المشاهدين حاب أعرفهم عليها فيه أنشطة دينية وثقافية ورياضية واجتماعية وفنية وكلها حاجات مخفضة جدا ومدعمة وبرضو الحاجات اللي أنا عايز أبشر بها الناس إن شاء الله في الآيام الجاية هيتعامل حوالي 35 محل في صور وده هي في صور الاستاذ بتاع مركز الشباب إن شاء الله وده هيوفر فرص عمل وبرضو من هنا أنا حايفة أشكر الناس اللي وقفة ده ودعمة ده وعلى رسوم الأستاذ مصطفى كواوي والأستاذ عمد السئلي والدكتور وقيل فوزي والأستاذ عبد الرحمن القباري ومش عايزة أنسى حد والأستاذ دينة والدكتور وليد والأستاذ أحمد صق مش عايزة أنسى أي حد من الزمله والأستاذ النائب المحترم أحمد الألفي اللي دعمنا وسندنا ووصل معنا لغاية وزارة الشباب والمحافظة وبنتمنى في الآيام الجاية إن شاء الله المشروع يتوافق عليه وده يوفر فرص عمل للشباب وهتبقى حاجة محترمة في مدغمر طب عايزة أقول قبل ما نطلع أحاوة الزعلاء عادت اتكلمت معايا على شوية ملفات وطلبات يعني بعض الشباب وأهل مدغمر حملوك إن أنت توصلها إيه الملفات ده أو ممكن نبدأ بإيه فيها الله يخلينا نقول إن مدغمر مش عايزين نقول إن هي بلد حقها موضر شوية أو إحنا حظنا أولئل شوية في مدغمر مدغمر فيها مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة الرصف ودي مشكلة بتواجه أهلنا يعني أنا مش فاكر أنا من يوم ما اتولدت إن أنا شفت بلد دي مرصوفة مثلا يعني يعني مش حاسس بده وده طبعا بسبب البنية التحتية اللي طول الوقت شغالة في مركز ومدينة متغمر مش المدينة بس طول الوقت بيعملوا صرف صحي طول الوقت فيه غاز بيتعمل أعتقد إن صرف الصح من 15 سنة هما شغالين في متغمر ومن خلالها كان بناشد كل الوزارات والأخص وزارة التنمية المحلية والمحافظة إنهم يبصوا بعين الرقفة للمركز ومدينة متغمر في الرصف وبرضو فيه حاجة عايزين نضيفها إن لو الرصف سعر وغالي يعني ممكن فيه أفكار ممكن تتعمل والأفكار دي لو تنفذت هتوفر على الدولة مليارات يعني لو الشارع الجنبية تعملت انترلوك وحرك زي ما انت شفت الانترلوك كمان بيدي شكل جمالي ولو عايزين ننشيل حاجة ومش هيتكسر ومجرد أن احنا هنشيله لو احنا حابنا نعمل أي بنية تحتية نغير السلوك أو نغير أي حاجة بتشيله حضراتك وبتركبه تاني والشارع الرئاسية تعمل فيها أسفل بعد ما تخلص من البنية التحتية بالكامل فاحنا بنتمنى وبننشد من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج بتاعك المحترم التدخل لسرعة الانتهاء من البنية التحتية لأن الناس في متغمر تعبت وده عامل عبق على الناس في متغمر لو انا عايز اتكلم على ملفات تانية انت شايف ان هي اهل متغمر عندهم حرص ان هم يتكلموا فيها وزي ما انا فهمت من حضرتك كده ان هم يعني مختارين حضرتك ان انت تتكلم وهم احسنوا في الاختيار ده ايه الحاجة التانية اللي انت عايز تتكلم عنها اه في حاجة هي عاملة ارك في متغمر حاجة زي قانون التصالح هو طبعا احنا عارفين الهدف من قانون التصالح ايه بس الموضوع هو عامل ارك في المدينة لان الحراك عارف ان البلد كلها مزي بعضها وده في كل مدينة موجود ان فيه مناطق بتبقى مناطق يعني دخنها محدود على قدها وده حتى في الشارع بتاعتها تلاقيش العاملات اصدق التسعير بتاع التصالح والمنطقة من منطقة محافظ دهلية طبعا انا عايز اشكره هو قال للعشرين في المئة مرة وقال للخمسة وعشرين في المئة مرة لغاية ما وصل للرقم ميتين جنيه في تصالح في سعر المتر تماما والشوارع اللي هي الجانبية اللي هي عقل من ستة متر حوالي مية وعشرين جنيه ولكن فيه مناطق مظلومة زي مثلا دقدوس زي الحجبة زي البر التاني زي عزبة واصف يعني حرام ان انت تسويهم زيهم زي المدينة زي مدينة متغامر يعني هي جوه المدينة بس حرام تسويهم بالشوارع الرئاسي فانا بطالب ان هو يسويهم بالكرة يبقى المتر بخمسين جنيه ومن خلالك يعني بنطلبه ان هو يبص المدغامر بعين الرحمة والناس يعني ما يكونش حد بتاعب وشيئي عشان يبني بيت دور بيت دور واحد وحتى صغيرة كده ستين متر وابتاعه وتدفعه ركم وزنبه ان هو عايش جوه المدينة فاحنا بنأمل ان المناطق الموجودة جوه المدغامر دقدوس او الحجبي او البر التاني او العزب الموجودة تتعامل معاملة الكرة تبقى خمسين جنيه لسعر المتر وده الرسالة بيوجهها من خلال حضرتك ان شاء الله الرسالة حضرتك وزي علاقة توصل ويعني انا مبسوط ان في حرص وتكاتف ان انتم دايما بتتكلموا في المشاكل اللي بتمسكوا كلكم لان زي ما انت عارف احيانا الناس بتبقى في ادمحه كل واحد بيفكر في اللي هو عايزه وخلاص طيب لو انا عايزة اتكلم معاك على حاجات تانية انت شايف ان هي عايزة تتضبط في مدغامر وفي بعض الناس او الشباب بيبتد ان هو يقلق منها ممكن تتكلم على ايه مساكل الله من ضد المشاكل برضو او خلانا اقولي التحديات اللي في مدغامر مشكلة التوك توك وخلانا اتكلم عليها بوجه عام على مستوى الجمهورية هي فعلا مشكلة لأسف على مستوى الجمهورية بالزبط هي مشكلة عامة وخلانا اقول ان في حوالي سبع مليون توك توك موجودين في مصر ولو قلنا متوسط تلاتة بيشتغل عليها احنا بتكلم في حوالي واحد وعشرين مليون سبع مليون توك توك احنا بتكلم في واحد وعشرين مليون فرصة عمل موجود فاحنا لو قلنا نقنن الوضع الموضوع مش هيبقى الموضوع صعب شوية لكن هو تكاتف محتاجين التكاتف ده من الدولة ومن المجتمع نفسه بحيث ان احنا نعدي الازمة ديا او الحاجة اللي دخلت احنا بتكلم عن مستوى مصر فتحرك بتتكلم على خمسة وعشرين في المئة من سكان مصر بيشتغلوا على تكاتف فطبعا دي مشكلة كبيرة وليها حل الحل ان الدولة نفسها تحاول نتمنع الاستراد بتاعة التوك توك دي حاجة الحاجة التانية تحاول توقف الكتع الغار بتاعته دي حاجة تانية الحاجة الاهم من ده كله قبل من وقف التوك توك لازم نوفر بديل فورة بالزبط برافو عليك لازم يكون في بديل موجود لان حاجة زي ما قلتلك احنا بنتكلم في حوالي واحد وعشرين مليون شاب ورجل بيصرفوا اكيد فتحين بيوت فزي ما انا هلغي حاجة لازم اوفر لهم بديل وبديل محترم الدولة بتدعمه وبتسنده زي مثلا العربات الفان ليه ما يكونش فيه عربيات الفان والوحدات المرورة تترخصها ويبقى فيه زي صحيفة جنائية اللي شغلنا عليها وبكده احنا بنعمل ترابط في المجتمع هنقلل من حد السرقة هنقلل من حد الخطف لان احنا سمعنا في الامل اللي فاتت وبرضو يعني خلينا منجرش على الناس اللي راجبها التوكتوك لان فيه ناس محترمة جدا برضو راجبها من ضمن سلبات التوكتوك في مصر عموما انه هو حرم الصناعات وفيه ناس قفلت ورش وفيه عمال سابوا ورش ومصانع وبدأ انه هو يشتغل للتوكتوك لانه هو المصدر الاسهل في الدخل يعني اصبح انه هو مهدد الحرفة معادش الحرفة دلوقتي وقبال الناس عنهم ما يتعلموها ده عمر بقى مهدد بالضبط ودي مشكلة كبيرة في بلدنا المتغم وعلى مستوى الجمهورية احنا بنواجه نفس المشكلة فاحنا حلناها بالطرقة دي انا اعتقد انها تتحل ويبقى احنا خلصنا بالقصة دي نوفر قبل ما نلغي لازم نوفر فرص عمل للناس اللي شغال عليه عشان ما نجورش عليه طيب كنت عايز اتكلم معاك الشباب كتير زي ما انت قلت في بداية الحلقة ما شاء الله ما بيستناش وظيفة او يعني بيشتغل في القطاع الخاص المحلات الحاجات دي اه انت شايف ايه اللي ممكن تساعده او تستغل وجودك في الحلقة النهاردة ان انت تتكلم عليه والله هي الساد الرئيس هو بيدعم بيدعم الشباب وحرك احنا شوفنا ده من قدرات اللي بتتعمل في القامل اللي فاتت لكن انا كنت بتمنى ان يبقى فيه مشروع قومي في بلد زي متغم يشتغل فيه مهندسين ومحاسبين وعمال وصنايعية ليه ما يكونش فيه حاجة زي دي موجودة في متغم عندنا حاجة زي مصنع كبير زي الصابون ليه ده ما يتخدش وتخصص ويتعمل فيه مشروع قومي حاجة زي الغزد والنسيج مشروع قومي لمركز مدينة منغمر هيوفر فرص عمل كبيرة جدا الحاجة التانية ان ليه ما يبقاش البحث العلمي اللي موجود عندنا في الدولة ليه ده ما يبقاش ما يبقاش على الترابيزة ويبتدي الشباب اللي بتخرج ياخد منه ويشتغل ينفذ بالزبط وتبقاش مشاريع مجرد ان هي على ورق بس او تبقى مساعدات بالدولة على ورق من خلال حرك يعني بناشد الدولة ان هي تقف مع الشباب وتحاول ان هي تسندهم واتدعمهم ما يبقاش المشاريع كلها مجرد ورق ومجرد كلام بس مجرد ان انا مشروع انا بروح اخد كارد اللي هو الكارد بتاع الحرف ده اللي هو باخد 20 ألف جنيه وبتبقى كلها حاجات على ورق زي ما احنا عارفين ومتبقاش في الاخر فيها عائد على الدولة لكن احنا لما الدولة تدعم الشباب وتدعم المشاريع بتاعت الشباب عن طريق البحث العلمي وعن طريق الدولة تقف جنب الشاب ان هي تعمله مصنع صغير بكده احنا نقلل الاستراد وهنزود التصدير وده هيوفر العملة الصعبة اللي هي مشكلة مصر الاقتصادية وده هيعمل زي انت عاش في الاقتصاد والسوق المصري فانا بتمنى ان الدولة تقف مع الشباب ان كل مدينة يكون فيها مشروع قومي يقوم عليه الشباب مشروع قومي من اداريين محاسبين قيته ضد كل حاجة من كل حاجة يكونوا وقفين في المشروع ده وانا يعني زي ما قلتلك من شوية للمستشفى متغمر ما كلمنا على افكار جديدة اللي عامل ده ده شباه طب اذا علاقة كنت تكلمتني وانحنا جايين وبتقول لي قبل ما نطلع هوا ان احنا عندنا مشكلة في المحلات او الايجار مش فاكر كنت عايز تقول ايه في الموضوع مشكلة ان الايجارات سعرها طبعا حراكة عارف ان سعرها عالي جدا وده بيأثر بالسلب على صحاب المشروع في المرغم زي ما كنت بتكلم حالك من شوية وده طبعا مشكلة من الصغيرة لما يبقى النهاردة صاحب المحل او صاحب المنشأة انا عارف طبعا ان هي علاقة عرض وطلب ده مفهوم لكن حالك عارف النهاردة عفوا ان صاحب المنشأة هو شريك اكبر مع صاحب المشروع وصاحب المشروع بيبقى عنده عمال وعنده تكليف وعنده حاجات فده بيأثر عليه بالسلب وبنشوف ان مش فيه مشاريع بعد شهرين وبعد ثلاثة بتقف بتقفل وبتقف بالزبط وللأسف بيبقى فيه شباب كتير مرتبط بالمشروع فبيضطر يعهد لا وضيف بقى ده ان هو بيأخد كارد وبتبقى الدنيا الظروف معب بتبقى بايزة يعني وده بيعمل عبق على المجتمع يعني خلينا برضو نحل المشكلة دي فيه حلين الحل الاولاني انه لازم يكون فيه ترابط مجتمعي يا حاج شفت ايام الكورونا في بداية الكورونا فيه ناس تنزلت عن اجارة شهر او شهر او ثلاث شهور وفيه ناس تانية فضلت متمثيكا فاحنا بنتكلم على مجتمع بالكامل والمشكلة الاكبر اللي بتواجهنا ان احنا متمثلين في 7% من مساحة مصر فده معل سعر الاجار متمركزين في مكان واحد بالضبط فوق في مكان واحد في وسط الدلتا كلنا كل مصر عايش فيه وده عامل خنقة وعمل زي زحمة وتكدس وعمل ازمة في البلد ومعالي طبعا سعر الاجارات فمخل الدنيا صعبة شوية فبناتمنى ان يبقى فيه اماكن جديدة لكن مش ما متبقاش مجرد شواء وبس احنا بنتمنى ان هو يبقى فيه مصانع في الشواء دي وفيه مشاريع تخدم الكلام ده كله فبالتالي الشاب هيروح بنفسه وهياخد الشقة وبرضه خلينا اضيف على ده واشكر المسؤولين على المبادرة اللي هي 3% بتاعة شواء الاسكان والمبادرة اللي هي اتعاملت في الايام الفاس اللي هي 3% وهي في حيز التنفيذ الايام الجاية ان شاء الله والمبادرة دي انا هتوفر واتخلين انا كشاب ببدل ما روح اقجر شقة بتلات تلاف جنيه وباربع تلاف جنيه في الشه لا انا هروح هاخد شقة في المبادرة ودي بيدعمها البنك المركزي والدولة هاخد شقة بس برضه من خلالك انا بناشد ان شروطها ما تبقاش مكحفة ان شاء الله ان الموضوع ما يبقاش صعب للناس انها تروح تاخد ما تقتصرش على اماكن بس يعني اباد زي متغمر ما فيش فيها اماكن كتير مسجلة شهر عكاري ولا مرخصة فلا تمنى انها تمشي بقانون التصالح يعني لو هما مشوا بقانون التصالح اعتقد ان كتير من الشباب هتلاقي شقة وهنوفق ويبقى فيه فرصة ان هو يقدر يشتري شقة برقم مش كبير برقم قليل والدولة يدفع لها عن طريق اللي هو الدفع 3% ويدفع 10% من قيمة الشقة والبقى بيقصته على 30 سنة ان شاف ان هي مبادرة بتسهل عن الناس ان هو يبتد ان هما كالشباب بياخد خطوة على اساس ان هو بيبقى بادئ حياته في الاول وما بيبقاش لسه فيه يعني زي بيقوله ويدخل مد قوي يعني بالزبط هي حاجة محترمة جدا وحاجة كويسة جدا برضو من ضمن الحاجات اللي حاقي باتكلم عليها الكبر اللي بتعمل دلواتي في مدغم اللي تكلفته اكبر من 155 مليون جنيه ده هيعمل طفرة في مدغم لكن برضو من خلالك فيه محلات على الجانبين في السك الحديد بناشد وزارة السك الحديد والتنمية المحلية ومحافظة الاهلية ان هما يقفوا مع الناس دول ويعوضوهم تعويض كويس ويبقاش تعويض اي كلام لان انا عايز اقولك ان دي هتبقى قزمة كبيرة في مدغمرة في القامة الجاية دي اه احنا مع الانشاء الكباري ومع المشاريع المحترمة لكن برضو عايزين نبص الناس دول احنا نتكلم في اكتر من 400 اسرة غير الناس اللي شغالة عندهم فانا بتمنى ان المحافظ يكون موجود بتعاون مع رئيس مجلس المدينة بتعاون مع جمال الهيئات وان هما يعوضوا الناس دي تعويض امسل وما يصيبوش الناس دي دلوقتي انا عايز اشكر وجودك معايا وبقول لو كل مدينة فيها شاب زي الاستاذ علاء ويتكلم عنها ويتكلم عن مشاكلها ويحاول بقدر الامكان يبرز كمان دور القادة السياسية في علاج المشاكل دي الموضوع هيختلف وعشان كده عايز اقول لستاذ المشاهدين ان شاء الله كل مرة هيبقى معانا ضيف مميز من مدينة او من محافظة يتكلم عنها ويشوف ايه الايجابيات وايه المشاكل او الملفات اللي هو عايز يتكلم عنها او اللي اهل المدينة او المحافظة بيحملوها وكت عايز قبل ما نقول حكايتنا اللي احنا متعودين عليها اشكر الاستاذ علاء عناني المستشار والمحامل القانوني ونورتنا في البرنامج نورك انا بشكرك وبشكر اهلي وناسي وصحابي واخواتي وكل الناس اللي في الدنيا بشكركم شكرا جزيلا وكل امتابعينك وبشكرك طبعا نزي شام على الضيافة المحترمة وبالتوفيق وان شاء الله يبقى احسن برنامج في الدنيا بإذن الله شكرا نزي زعلاء كنت عايز نرجع لحكايتنا زي ما عودناكم كل حلقة النبي صلى الله عليه وسلم مازال بيحكي للصحابة عن سلاسة نفر كانوا ماشيين وحصل مطر شديد جدا فدخلوا كهف يتحاموا فيه فلما دخلوا الكهف نزلت على باب الكهف صخرة عظيمة اغلقت باب الكهف فلما ارادوا ان يخرجوا حاولوا ان هم يدفعوا الصخرة فلم يستطيعوا فقال احد منهم ان هذا الامر لن يقدر عليه الا الله فتقربوا اليه بالدعاء بصالح اعمالكم فجاء الرجل الاول وقال اللهم انك تعلم اني كان لي اببي وكنت اسعى عليهم وكنت لا اأكل ولا اطعم اولادي حتى اطعمهم فجئت في يوم من الايام متأخرا حتى وجدتهم قد ناموا فكرهت ان اطعم اولادي او ان اطعم من الطعام شيئا وهم نائمين فمسكت الطعام وحملته حتى الفجر حتى استيقظا واطعمتهم اللهم ان كنت تعلم انني ما فعلت ذلك الا ابتغاء وجهك ففرج عننا ما نحن فيه فانفرجت السخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج ثم جاء دور الثاني وقال اللهم انك تعلم اني كان لي ابنة عم كنت احبها حبا شديدا كما يحب الرجال النساء فكانت فقيرة وارادت مني المال فقالت لي اريد مالا فراوتتها عن نفسها فابت ثم جاءت مرة اخرى فراوتتها فابت ثم جاءت مرة اخرى فوافقت فلما اقتربت منها قالت يا هذا اطق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فكمت عنها وانصرفت واعطيت لها المال الذي تريده اكثر اللهم ان كنت تعلم انني قد تركتها لوجهك الكريم ففرج عننا ما نحن فيه فانفرجت السخرة شيئا يسيرا ولكن لا يستطيعون الخروج ثم جاء الثالث وقال اللهم انك كنت تعلم انني كان لي خادم يعمل عندي ثم جاء في اخر اليوم فلما اردت ان اعطيه اجرته كأنه استقلها فلم يأخذها واراد شيئا اكثر فانصرف ثم جاءني بعد فترة من الوقت وقال يا رجل اني كان لي عندك اجرة فقال من انت فذكرني بنفسه فقلت نعم كان لك اجرة فاخسته واطلعته واطلعته غنم بين جبلين وقلت هذه اجرتك قال اتستهزء به قال معاذ الله ولكن هذا ما لك اخذته وطاجرت به حتى صار كذا فاخذه ولم يترك منه شيء اللهم ان كنت تعلم انني ما فعلت هذا الا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه فان تحركت الصخرة وخرجوا جميعا يسيرون الكصة والعبرة ان طول ما انت بترضي ولدك وولدتك وبتحفظ عليهم انت في امان الله وفي رضاه لان ربنا سبحانه وتعالى ربط رضاه برضاهم وربط غضبه بغضبهم الكصة ومن يتق الله يجعل له مخرجة طول ما انت بتخاف ربنا ربنا هيفرج عنك الكصة ان الامانة ما بتضيع شيء وان حتى لو كان صاحبها مش موجود لازم تحافظ عليها وتحاول توصلها في قرب وقت في نهاية الحلقة عايز اقول ان احنا عايزين يا جماعة نتعلم من كل كصة دي ونحاول نغير من نفسنا لان في ناس كتيرة جدا بتسمع وتعمل وفي ناس كتيرة بتسمع وبتعمل شيء للأسف حلقتنا انتهت بس ان شاء الله كلامنا لسه ما انتهاش كل مرة هيبقى معانا ضيف مميز وحلقة جديدة ان شاء الله جمعة مبركة وحافظ الله مصر وجيشها وشعبها من كل شر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة